مسار التقارب يسير بشكل واضح خلال عهد أو إدارة الرئيس إردوغان جرت اجتماعات لوزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية وقبل أربعة أو خمسة أيام كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية هذا المسار واعد رغم حالة العداء التي كانت قائمة بين الحكومة السورية وإدارة إردوغان نتيجة سنوات من التدخل في الشان السوري وفتح الحدود وحتى إدخال قوات تركيا الآن المنافس كلشدار أوغلو هو لديه تصريحات في الواقع مغرية لكنها تقرأ هنا بأنها تصريحات انتخابية هو تحدث عن موضوع عودة علاقات كاملة بين البلدين وتحدث عن حدود آمنة وعودة لاجيين وهذه تصريحات أيضا طرحتها إدارة إردوغان الآن سوريا ما يهمها في الواقع نقطتين أساسيتين الانسحاب التركي الكامل من سوريا ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية السورية دعم المجموعات المسلحة بهذا المعنى هذا المسار تدعمه موسكو وطهران ضمن الحوار مع إردوغان لذلك كما يقال من تعرفه أفضل من أن تتعرف عليه هذه هي الرؤية حاليا في دمشق وهي ماضية في الواقع بالجهتين سواء مع إردوغان أو من سوف يخلف إردوغان في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر